المغرب من وجهة نظرك في رأيك يعني مين أكتر لعبين؟ أنا هقولك السؤال بصيغة ثانية مين أكتر لعبين تقول دول بكرة يتحطوا في التشكيلة المثالية للمونديال؟ حكيمي أعتقد المنافسه الأكبر هيبقى يا رونوفيتش اللي هو بكرواتير ما ينفعش تشكيله من غير واحد من المرابطة أو ناحية ما فاش كلام، هو تحس إن إحنا بيخدهم اتنين بكتش على بعض وما اتنين مع بعض، بس هو لازم واحد فيهم على الأل طبعا أنا متفاهم إن مش هيبقى الاثنين عشان فيه لعيبة كتيرة ظهر في نفس المراب بس هزم على الأل لو واحد منهم تتحرش هزعل ليه؟ يعني لو مرابط اتاخد هزعل أن مناحية ما اتاخدش لو مناحية اتاخد هزعل أن مناحية ما اتاخدش اللي اتنين عاملين مغربة مش طبعا واحد فيهم اللازم يكونوا في التشكيل المثالي رومان سايس ونايف أكرد لو كانوا كملهم من غير إصابة كانوا واحد فيهم يكون موجود بس أعتقد أن دلوقتي جفرديول والتاميندي اللي اتنين أعتقد كفتهم أعلى سن عليهم حتى واحد من المنطقة فرنسا أعتقد لا بالنسبة لي هقول الحكيمي وأمر رابطي أو ناحي أنا ما قلل إن اللي يحصل غالب أمر رابط يعني وأنت جميع آآ سوفيان امر رابط طبعا انت حفراء يعني سوفيان امر رابط طبعا واه يعني مش عاي يعني بحاول يعني بحاول بس طبعا انت بتيجي تتفرج هتيجي تلاقي مثلا لازم حد من وسط ملعب منتخب كرواتي هيتخذ لازم مودريتش كاكيا موجود شوامي موجود جريزمان جريزمان مؤكد يقينا يعني قلناها كريم في دور من دور 16 سوفيان امر رابط لازم في التشكيلة الأساسية أنا شايف سوفيان امر رابط هو الأقرب واقعيا انه يكون موجود في التشكيلة الأساسية وخلينا نشوف اداء بقية الحراس حتى ناية البطولة ونشوف بالتالت والرابع يمكن كمان يكون ياسين بونو انا شايف ان ياسين بونو كمان اعتقد ليفاكوفيتش بعيد ليفاكوفيتش هو اكثر من حالس تصديات في البطولة ياسين بونو هو زاهر كويس بس هو عدد تصديات ونحن سنبدأ اقل شوية من ليفاكوفيتش يعني طبعا الترسان القدامه كان قوي جدا بونو تقلق في دولة الجزاء اسبانية لفاكوفيتش متقلق مرتين وصل اليابان وصل البرزيل فالموضوع ميال شوية الاثنين خلوكين شيتس ثلاثة وثلاثة اعتقد لا انا فكر صح فالمقارنة قريبة في حيات كتيرة بس اعتصور انا عشان كده انا عشان كده قلت قبل ما اقول بونو قلت لك ايه حسب الهاي صفل لانه لو حافظ بونو على نظافة لو اشترك المغرب بالتشكيل الأساسي يعني لو حافظ بونو على نظافة شباكو اعتقد انه هيبقى ليه بريوريتي لان هي لها حسابات غير حسابات الارقام انه لازم الفريق الثالث يتاخد منه عناصر الفريق الثالث اه طبعا ما لازم يبقى فشايف انه لأ ممكن طالما الدنيا قريبة جدا ما بين اللي اتنين ممكن ياسين بونو يبقى موجود مع مع سفهاني مرابط وبرضه عشان اسجلها انا بالنسبالي عزي الدين قناح كان بالنسبالي حتى لما اشتغلنا على المنتخل المغرب قبله البطولة هو مفاجئة البطولة بالنسبالي ويستحق لولا النوع فيه سفهاني مرابط في وسط المرعب كان عزي الدين قناحي بقى موجود في التشكيل الأساسي الكسل العظيم سيمي فاينال المونديال كرواتيا والمغرب شايف المبارادي ازاي هي مباراة شبهة اللي اتعملت في الفتاح او المباراة المغرب اللي بدأت في المغرب تدينا امل ان لا احنا ممكن نعمل نتيجة كويسة الكلام على الارهاق بتاع اللعيبة ده اكتر شيء ممكن يكون مقلق شوالي منتخب المغرب هو ميلا يكون موجود لان زي ما كان جيمي بيتكلم من الاساسيين والبطولة الفرق ما بينهم واضح يعني لو خرجنا يا صفياني مرابط وعزي الدين قناحي من الملعب فبطولة هم اكيد قال خرجنا حكيم زياش اللي بان عليه جدا الارهاق صفياني مرابط النهاردة كرة الجولة التانية من بدايتها من بعد التنمير الخاطئة من اليميقة ومش قادي رجل قلص هو الموضح جدا نيوسف النصيري مالوش بديل عظيم اشرف حكيمي اكيد المزروي لاعب عليم بس حتى مزروي برده مجهز فده اكتر ما يقل يعني انا اتمنى طبعا اضرب بالعبت واضرب اولا بالحالة الجمهور ما تتكررش تاني كمان فممكن يبقى عايز يشرك لعبه اكتر ان هما يدخلوا يشاركوا يكتب اسمهم في الانجاز التاريخي ده هو سواء التالت او رابع فهو في الانجاز تاريخي فده انا متفاهم ده جدا ولكن انا اتمنى ان المنتخب المغربي على الاول ستين دي هيلعب بنفس شكل ونفس قويته ما بيهددش مرمى الخصوم كتير خالص على الخانس بتزديداته اقل اقل واحد يمكن مش بس في الاربعة في التمانية اللي صعب كمان دور التمانية فده حتى حاجه يتخليك يعني متعشم على الاول ستين ديئة ندوس نتقدم حتى بجون وبعد كده نبقنا مريح الناس اللي مش قادر تمشي ديه ده يعني ربناكم فعونهم بس انا متصرق منتخب المغربي عنده فرصة منتخب الكرواتي عنده وسط قوي جدا عنده حارس قوي جدا عنده جفرديول في رأيه هو مدافع افضل في البطولة ولكن كمنظومة بتدافع او كمجموعة بتدافع تقدر توصل لجلهم فتقدر تحاول تستغيله ده على الاول ستين دي وبعد كده خلاص يبقى يعني مش هيدر على قدر اللي ربنا منتخب الكرواتي منتخب قوي جدا لكن المتخب الكرواتي كمان مرهق او معدلاتهم البدنية مرعبة لكن مرهق المتخب الكرواتي بلعب اثنين اكسترا تايم معدلات العمارة عندهم عالية عندهم بعض الصغارات واضحة جدا 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 ممكن اهمها سوسا رجل ام نتكلم عليكم فراج عماطش مبارح مع بعض يا كريم عنده مشاكل كتير جدا جدا حكيم زياش لو في حالته هو اشرف حكيمه مهما حتى تمال عليه ده خاصة ان بريزيتش كمان مش في حالته خالص خالص في البطولة دي متأثر بتغيير مركز ومعطاط انا موحاجات كتير يعني لكن كرواتي عموما انا جدا مع الطرح اللي كان بيقوله محمود مهم جدا حتى لو الحالة البدنية مش فأفضل حالتها المنتخب المغربي يحارب على المديلة المنتخب المغربي لازم يحارب على المديلة ويحارب عليها ازاي اللعيبة مش اقول بقى المصابة انا هنا لعيب مصاب ميلعبش ده كونسبتوب في الكورة ما بغيروش لكن لو لعيب هو مش جاهز بدنية 100% لعبوا شوت اللعيبة الاساسية لعبوا شوت ربنا يعني يوفق وتسجل ارجع بعد كرة نزل بقى لعيبة بدنية تجري طول الشوت التاني لان كرواتيا باستثناء مباراة الارجنتين واليها قواعد خاصة وميسي خاص باستثناء مباراة الارجنتين كرواتيا مستقبلش فانت لو سجلت في جون هو كمان ما بيهددش فانت مهم جدا جدا انت بتتعامل حط كل لعيبتك اللي تقدر تختفلك التلفز في البداية وبعدين ربنا يحله نشوف بعدك لكن تاني ده مش معناه ان نلعب لعيب مصدر احسي موسيقى موسيقى